اهلا بكم ومكملين معاكم في رمضان ورمضان غير مع كوتش وقناتي حنقدر معكم الدكتورة نادية عبدالعال ومعينا النهاردة برضو كوتش غير معينا الكوتش طارقهم بيكلمنا من السعودية بقى وتعبنا وضغطنا عليه كل عام وانت بخير وانت بالصحة والسلامة يا دكتورة وسعيد جدا بالتواجد مع حضرتك وصرف جيد ليه احنا اكتر والله يا ربنا نخليك وخاصة ان الرجال عددهم مش كتير في اللقاءات معرفش ليه وزا ما انت عارف حتى في كل الكورسات بجد الستات بومنج اكتر بكده انا ظنيت يا دكتورة ان الكوتشنج مهنة نسائية في البداية من كتر ما اقام جدا والله قلت كنت قدمت فعلا حلقة عن كده بس مش الكوتشنج بس كل بجد ما ندخل في اي علوم انسانية او بحاجة او طربوية بنلاقي بجد الستات اكتر وانا حذرت الرجالة يعني ويكا تقوموا بقى يعني ما تبقاش الستات بس هي المهتمية بكده عموما دينا خصص لها لقاءات اخرى معاك ان شاء الله النهاردة في رمضان غير مع كوتش عايزين نسمع تجربة كوتش طارق وتقول لنا فرق معاك الكوتشنج بشكل عام وبعدك ما تطرق لرمضان فرق معاك طيب انا اقول لحارتك انا رحل حقيقة رحلتي مع الكوتشنج بتبدأ من بدري شوية من قبل حتى ما ادخل في القصة السيرتيفيكيشن كجزء من عملي يعني استشاري في مجال تطوير القيادي فكان اي برنامج تطوير قيادي بيبقى فيه جزء كوتشنج يعني متابعة للأكشن بلان اللي بنحطها بعد اي برنامج تطوير قيادي وبالتالي كنا بنعمل كوتشنج بصفتنا يعني سيرتيفايد في التول اللي احنا بنستخدمها او في البرنامج اللي احنا بنديه بدون ذكرى اسماء وبدون ذكرى اسماء طبعا الكلاينتز يعني فالحقيقة كان كان الكوتشنج مستوى مختلف تماما من التدريب او حتى من الاستشارة على المستوى الشخصي وعلى المستوى التنظيمي يعني كنا لما ندخل مع مجموب الذات على مستوى القيادي على مستوى صناعت واتخاذ القرار في الورجانيزيشن لما بيكون فيه كوتشنج بيتعمل بشكل مدروس وبشكل فيه جراوند رولز او يعني مساحة مشتركة بين القيادات دي كفهم احتياجات الورجانيزيشن او الشركة اللي احنا مشتغل فيها فهم احتياجات البشر اللي موجودين فيهم الحقيقة كان بنشوف بعد كده احنا دايما كان بقى فيه جزء ليه علاقة بالإمبليمنتيشن سوفورت او في متابعة ايه اللي حصل بعد البرنامج التطوير القيادي دي بستة شهور او بنيجي بعد سنة يبقى فيه زي متابعة على الأكشن بلاي فبلاقي انه الحمد لله فيه تغيير كبير جدا حصل في اللغة المستخدمة في الثقافة بقى فيه تحويل كمان للقائد اللي هو القائد ككوتش فكمان ابتدى القائد يستخدم نفس الاساليب الخاصة بالكوتشنج مع الستاف اللي موجودين عنده مش بس في إدارته وفي إدارات أخرى فبقى يعني فيه كده ثقافة ليه الكوتشنج موجودة في الشركة بتخلي في الآخر الموضوع يكون ليه مردود والحقيقة يعني ده من الموضوع اللي بشغلني جدا انه يكون فيه عائد على الاستثمار او يكون فيه يعني نوع من أنواع المردود الحقيقي من جلسة الكوتشنج فده الحقيقة اللي كان شجع الواحد أنه يستمر وطبعا بعد كده في موضوع الواحد بقى سيرتفايد وبقى يظهر في أحداث معينة وبقى يكون موجود في فورمز أو في أحداث معينة بقت المسألة بقت مهنية أكتر بقت اتقان الأساليب والأدوات بقت أكتر وأكتر فده ابتدى يحمل الواحد مسؤولية أكبر وأكبر ابتدى الناس كمان يبتعمل فول وأب على مستويات معينة للشركات الواحد بيظهر فيها أو حتى على المستوى الفردي كأجزكتف كوتشنج أو كارير كوتشنج فده ابتدى يحصل بقى يعني زي حراب كده دلوقتي الحمد لله أحسن بكتير من 3-4 سنين ومن 5 سنين فابتدى يبقى فيه فهم أكبر وإن كان لسه طبعا يعني أشكر حضرتك على المبادرات اللي بتقدميها بتساهم فوعي أكبر بدور الكوتشنج بدور الكوتش وليه الواحد يعمل كوتشنج فيعني ده التغيير اللي الواحد بيحاول أنه هو يكون يعني يليرسالة في المجتمع سواء بشكل مهني أو بشكل يعني على مستوى الورجانيزيشن أو الشركات أو على المستوى حتى الفردي إذا كان في جلسات الكوتشنج الفردي يعني كويس قوي طيب برجم أنك إنت تتخصصك فعلا الاجزيكتف والكارير كوتشنج رابط كل الحاجات دي في رمضان إزاي تبصينها إزاي طبقت إيه عملت إيه إيه اللي بتعمله في رمضان مختلف عن ما كنت قبل كده تمام هو طبعا الحقيقة يعني الكلام الحقيقة متكرر وأرجو أنه يعني ما نزهقش منه لأن احنا لازم نذكر به يعني الحقيقة احنا دايما كان رمضان كان فيه كده أسطورة أنه رمضان الكيرف بينزل والناس بتقل بالذات طبعا في الشركات اللي هي فيها مثلا شركات استشارات هندسية أو مقاولات دايما يقول لحضراتك أنه لأ يعني في عندنا الأداء بينزل والناس ما بتشتغلش وإحنا صايمين ويعني رمضان فطبعا الكلام ده الحمد لله يعني أنا على المستوى الشخصي سبحان الله بالذات في موضوع الكوتشنج بيحصل نشاط في رمضان أكتر من أي شهر في السنة على مستوى حتى أنا على المستوى في رمضان برضو بشتغل أكتر معرفش ليه صباح فطبعا مش عايزين نجيب بقى يعني الحاجات بتيجي دايما كده في التلفزيون وبنسمعها والحقيقة أحيانا بتبقى كده برضو يعني ليها كده مدلول يعني ممكن يكون بس ناس بتستمع له كده بشكل سطحي بس فعلا يعني لما نجي نسمع 6 أكتوبر كان في رمضان والحروب كانت في رمضان وكذا فأنا شايف أن روح رمضان يعني روح هي روح تغييرية بالأساس لأنه روح تغييرية في الاتجاه المطلوب الإنسان بيبقى بيحاول بقدر ما كان يضبط عاداته يكون فيه انتاجية أكتر يكون فيه عدد ساعات نوم منضبطة يكون فيه يعني أمور كتير جدا بيعملها في رمضان على المستوى الفردي على المستوى الشغله أو شركته وعلى مستوى طبعا العيلته وعيلته الكبيرة وطبعا يعني رمضان وصلة الرقم واللمة والعيلة والأفكار الجميلة اللي موجودة في رمضان فبتصور أنه بيبقى فيه استحضار كده بيبقى فيه جو بيبقى فيه استعداد أكبر يعني عند الكلينت أو عند المستفيدين سواء كانوا شركات أو أفراد أكتر في رمضان يعني أنا بتكلم على تجربة الشخصية محدش كان بيقول لي لا والله أنا صايم فما عنديش مزاج أو هنوقف كوتشنج في رمضان بالعكس هلوة قوي بفيه تكسيف للكوتشنج في رمضان فيه شركات كيرة جدا بتنتهز أنها تعمل ترينينج أو تطوير قيادي أو كوتشنج في رمضان بشكل أكبر بدلا ما كل أسبوعين بيبقى كل أسبوع أو بدلا ما يكون فيه جلستين بيكون مثلا فيه 3-4 جلسات حلوة قوي أنا مبسوطا أن الياردة كلامنا كان مختلف يمكن أكتر كان على الشغل وعلى الكرير بس لو نقدر ناخده من كلام كوتش طاري أن رمضان رمضان همه يعني مش معنى أن إحنا برضو يا جماعة بنركز فعلا على عبادات إن إحنا لو عندنا شغلينا أو عندنا حاجة نسيبه يعني بجد أنا بعزز على كلامك أنا ما كانت عندي التين بتاعي في شغلي يعني هما يقول لي ده رمضان بقى ننام بقى شوية ناخد أجهزات زيادة شوية ناخد مش قد طب ليه وليه وليه بجد يعني فهو لا يمنع فعلا إن إحنا هو شغلنا عبادة ولازم يعني زي ما بقولوا إيه بنطقن شغلنا كمان ساعدت بيك بجد يكونش طاري وعلى وعد إن إحنا بيعابد بقى حلقة كبيرة عن الإجزيكتيب كوتشين بقى ونتكلم عنهم إن شاء الله يا دكتور أي شرف إن شاء الله مع حضرتك ومع الزملاء بكتير جدا وإحنا بنشكرك إن أبودك المبادرة معنا وإنك أنت كنت معنا النهاردة وربنا يا ربي متعك بالصحة وكل عام وأنت بخير شكرا جزيلا يا دكتور شكرا شكرا لي ونشوفكم إن شاء الله بكرة مع كوتش آخر وكوكبة أخرى ورمضان غير مع كوتش كان معاكم كنا ندي عبد العيل وكوتش طاري أنا مبسوطا أنا كنت مع النهاردة سلام عليكم